اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء ويتوى الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة علمية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها لأمة الحبيبة في زمن طغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه السلسلة بحقيقة دنيانا وبحقيقة أخرانا وأن يردنا إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه ولازلت أتحدث مع حضراتكم في علامات الساعة أنهيت الحلقة الماضية في هذه العلامة الخطيرة ألا وهي العقوق ووعدت في آخر الحلقة بأن تحدث الليلة عن علامات ظهرت وانتشرت بصورة يزداد بها المؤمن إيمانا وتصديقا لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم تدبر معي بسرعة حتى لا تطارضنا عقارب الساعة يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة يا الله صلى الله وسلم بارك على ما لا ينطق عن الهوى اسمع تاني الحديث لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة تب تعال نؤف كده مع العلامة الأولى في الحديث ده حتى يظهر الفحش والتفاحش ايه هو الفحش ما هو التفاحش قال ابن منظور وابن الأثير وغيرهما من أهل اللغة الفحش والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال ما تصلي عليه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم القبيح من الأقوال والأفعال يا الله انتشرت الأقوال القبيحة وانتشرت الأفعال القبيحة بصورة يزداد المؤمن ايمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال هذه الكلمات التي خرجت من مشكات النبوة فحش كلمات القبيحة كلمات البذيئة الآن كثرت سامحوني ان قلت في كثير من البيوت في وسائل الاعلام في الافلام في المسلسلات في الفضائيات بل خصصت قنوات كاملة لتصوير الفاحشة قال ابن الاثير وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنة كما في قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة اقول صورت الفاحشة صورت الفاحشة ودخلت الى كثير من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله بل خصصت مجلات لتصوير الفاحشة وانت تسمع الآن من ابن من ابنك كلمة تستغرب لها كيف تكلم ابن بهذه الكلمة الولد ما اسمعش الكلمة دي في البيت من اين جاء بها من وسائل الاعلام استمع اليها في الشارع استمع اليها في المدرسة استمع اليها في وسيلة من وسائل الموصلات الى غير ذلك فظهرت الآن الكلمات الفاحشة الكلمات البذيئة في كثير من الاماكن الافعال التي تخدش الحياء كثرت الآن في فضائيات متخصصة تكسر وميوعة وخلاعة وخضوع وخنوع يخدش الحياء بل يقتلع الدين من جذوره يملأ القلوب بالفسق ويحول هذا الفعل الفاحش البذيء العبادة الزهادة الى فساق فجار ان لم تدركهم رحمة العزيز الغفار نعم ظهر القول الفاحش وظهر الفعل الفاحش بصورة واضحة اخلاقية اخوانا انحضرت وصدقوني اذا قلت ازمة الامة الان ازمة اخلاق ازمة اخلاق قد يقول قائل يا شيخ نحن نريد المال نحن نريد السلاح نحن نريد الاقتصاد نعم انا لا انكر ولا اقلل من قدر هذا لكن انا اسألك اخي الحبيب ما قيمة الاقتصاد وما قيمة العلم وما قيمة وما قيمة وما قيمة انضاعة الاخلاق والله كل هذا لا قيمة له كل هذا لا قيمة له انما الامم الاخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا عالم بلا خلق فتنة على أمته عالم بلا خلق فتنة على أمته طبيب بلا خلق فتنة على المرضى وعلى الأمة مهندس بلا خلق فتنة على المرضى على الناس وعلى الأمة يعني أضرب لكم مثالا واحدا تصور لو أن رجلا مثلا يعمل في الهندسة أو أن مهندسا ما ولو كان كبيرا بين ديه عشرات الملايين من الجنيهات ومن الدولارات كلف برصف مجموعة من الطرق او ببناء مجموعة من الابراج لكنه ابتلي بمرض الغش لا خلاق عنده فقد خلق الامانة ما هي النتيجة انهيار لهذه العمارات وازهاق لعشرات بل لمئات الارواح طرق ترصف وفي نفس العام الذي رصفت فيه تحتاج الى اعادة رصف من جديد هذه اخلاقيات لا تحتاج الى توجيه من احد هذا الذي يلقي بالمخلفات والقمامة من السيارة في الطريق العام هذا الذي يترك مكانه في متنزه جميل اعد له ولغيره يترك مخلفات طعامه وشرابه بصورة مؤلمة هذا لا يحتاج الى توجيه من احد هذا الذي وقف اعزكم الله ليتبول في مياه النيل او ليسيئ الى شاطئ النيل الجميل بأي صورة من صور الاساءة هذا فحش يا اخوة في الاقوال وفي الافعال لا يحتاج هذا الخلق البذيء الى توجيه من احد الاصل انه ينبغي ان نراقب نحن ربنا سبحانه وتعالى يعني مصيبة كبرى عن قصد وعن عمد ان نسرب الصرف الصحية الى مياه النيل الى مياه البحار الى مياه الطرع التي نسقي منها الحقول والزروع والثمار هذه الاخلاقيات لا تحتاج الى توجيه من احد يعني انا لست في حاجة الى ان يذكرني مسؤول او احد من ناس لأي يقول لا لا تفعل هذا بل انا اراقب ربي سبحانه وتعالى تم خلي بالك عشان تعرف ان القضايا دي اللي قد يستهن بها كثير من احبابنا واخواننا اخواتنا يعني قد تكون سببا من اسباب غضب الله على العبد يا الله فحش في القول وفي الفعل قد يكون سببا من اسباب غضب الله على العبد اي والله اي والله لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش اي القبيح من الاقوال والافعال وقد ظهر بل وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وابن حبانة وغيرهما بسند صحيح حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبغض يكره يبغض الفاحشة المتفحش يا الله يعني لا تستهن بالكلمة قد تسمع كلمات يعني تزلزل القلب في وسيلة من وسائل الموصلات تخدش حياء كل امرأة يستحي الإنسان وإن كانت معه زوجته أو ابنته قد تسمع كلمات خبيثة جدا في سوق من الأسواق في وسيلة إعلام قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة أو في جريدة بل أحيانا حتى في جريدة رسمية إن الله تعالى يبغض الفاحشة المتفحش الذي يقول الفحشة من القول ويفعل الفحشة من الفعل سبب من أسباب غضب الله على العبد سبب من أسباب بغض الله للعبد وآهل لو أبغض الله عز وجل عبده يا لها من خسارة شقي والله في الدنيا والآخرة من أبغضه ربنا سبحانه وتعالى ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة بل في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق خلي بالحضرتك وإن الله تعالى يبغض الفاحشة البذيء لا تستخدم هذه الألفاظ لا مع ولدك ولا مع مرأتك ولا مع مرؤوسك في العمل ولا مع أي أحد من إخوانك من المسلمين أو المسلمات في أي مكان عام أو خاص ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق إلى هذا الحد والله العظيم الأزمة أزمة خلق أزمة خلق أنا لا يحتاج إلى أن يوجهني أحد بل يجب علي أنا أن أراقب ربي سبحانه وتعالى يعني لماذا أسب مرأتي لماذا أسب ولدي بأقذع الألفاظ لماذا أسب دابتي حتى الدب أيوة انظر إلى خلق المصطفى انظر إلى من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله تعالى يبغض الفاحشة البذيء يا سلام يبغض الفاحشة البذيء بل تدبر معي تدبر هذا الحديث الرقراق الجميل أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أنا عارف الله أنك بتحبه وبتتدرع إلى الله في الليل والنهر أن تكون معه اللهم ارزقنا شفاعته وصحبته يا رب العالمين طيب أخي هل تتصور أو تتخيل حبيبي في الله أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأن تكون من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة بماذا؟ بماذا؟ بحسن الخلق لا لا مش ممكن بحسن الخلق يعني مبنيش مثلا عمارات أسكن فالفقراء ولا أبني مساجدا ولا ولا لا بحسن الخلق أنت مثل درش فقير مثلي لا تستطيع أن تبني جامعا كبيرا ولا ملجأا للأيتام ولا تستطيع أن تطعم الفقراء ولا أن تعد مائدة الرحمن ولا 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 بحسن الخلق تدرك هذه المنزلة لا لا إيه الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بتقوله ده اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رأي الإمام الترمذي وغيره بسند وأبو داودة وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع إن المؤمنة ليدركه بحسن خلقه درجة الصائم القائم لا لا مش ممكن مش ممكن يا الله على جمال هذا الدين والله العظيم الإسلام كل جمال وكل أدب وكل رقة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الخلق ومن علم الدنيا الأدب لم يأتي للدنيا بالأرهاب ولا بالتطرف ولا بالبذاء ولا بالفحش ولا بسوء الأقوال ولا بقبيح الأفعال حاشا وكل وكل جاهل على وجه الأرض أي كان مركزه وأي كان منصبه هو الذي يتطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرف شيئا عنه لم يقرأ شيئا عن سيرته لقد أعاد التلفزيون الدنمارك مرة أخرى هذه الصورة البذيئة التي تسيء إلى طهر الطهر وشرف الشرف وكرامة الكرامة ووفاء الوفاء ودرة تاج الجنس البشري كله لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئا عن إمام رب الأرض والسماء عن نبي رب الأرض والسماء لا يعلمون شيئا عن من علم الدنيا الأدب والخلق والوفاء عليه الصلاة والسلام آهل لو درسوا سيرته آهل لو عرفوا أخلاقه ومنهجه والحقيقة أقول مشكلة هي مشكلتنا نحت مشكلة الأمة لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خلقية شهادة سلوكية شهادة عملية يعني لو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكان عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الله ونعمة من نعم الله علينا خلي بالك النيل دا من الجنة النيل دا نهر من الجنة النيل والفرات عاوز أقول لو أن رجلا من غير المسلمين أتى ليمشي على شاطئ النيل فرأى مثل ما نراه نحن رأى المخلفات والقمامة جلس رجل مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل ليأكل هنيئا مريئا أسأل الله أن يجعله عونا لنا ولكم على الطاعة لكن بعد انتهاء من الطعام ترك المخلفات في مكانه ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بما فعله ليه ليه يا أخوانا ليرى هذا المشهد مستحيل بعد ذلك تقوله الإسلام حض على النظافة وحض على الجمال لا 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 دعك من هذا دعك من هذا القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلق مهذب جميل وهو يراني يعني أتلفظ جل كلامي بألفاظ بذيئة بألفاظ طبيحة بألفاظ لا تمت إلى الأخلاق الكريمة ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة مستحيل يا أخوة مستحيل فحش في الأقوال والفحش في الأفعال سبب من أسباب غضب الرب على العبد سبب من أسباب بغض الله جل وعلا للعبد وحسن الخلق تدرك به درجة الصائمين درجة القائمين بالليل رب العالمين إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يا سلام طيب والله يتخلي بالك كذا انت عاوز يبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أيوة هذا أمنية طيب ما تشوف الحديث ده حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحبكم إلي يا رب جعلنا منهم يا رب اللهم جعلنا منهم يا رب إن من أحبكم إلي الله أكبر وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين ده مين ده الحبيب للنبي وريب من النبي يوم القيامة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يا سلام أحاسنكم أخلاقا شايف الراجل راجل مهذب كده مؤدب ما يطلعش منه لعيب لا لا ما يطلعش وانطلع يستحي ويخجل من نفسه ويطلع عمل يعتذر وعمل يستغفر ربه سبحانه وتعالى لأنه لا يحب أن تخرج منه البذاءة ولا يحب أن يخرج لفظة جارحة ليجرح بها أي أحد أي أحد هذا هو الحبيب لرسول الله القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا يا سلام عبدالله بن عمر بن العاص رضوان الله عليه وعلى أبيه شو بيقول إيه كما في صحيحين الله بقول لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا أبدا وشو ده الأسوة القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولذلك في أحيانا وسائل الإعلام من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحدث انفصاما عند كثير من أبنائنا يجلس ولدي ولدك ليرى ممثلا من الممثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ بشع جدا يعني قد تسمع طفلا من أطفالك يقول كلمات بذيئة جدا يا ولد من أين لك هذا مش ممكن يكون سمع الكلمة دي في البيت رجل رجل فاضل والست ست فاضلة طاهرة عفيفة الولد بيتلفظ بألفاظ خطيرة هو لا يدرك معناها ومغزاها من أين يقول في الفيلم الفلاني ليه في المسلسل الفلاني ليه ثم بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدور آخر متدين في مسلسل من المسلسلات الدينية الله فيوم الولد يسأل مش هو ده نفس الممثل يا بابا اللي كان بيقول كذا في الفيلم الفلاني أيوة يحدث عند الولد انفصام في الشخصية انفصام ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ما هو ده اللي كان بيقول كذا هو الان اللي بيقول كذا هو اللي بيفعل كذا لا ما يليق هذا ما يليق فأسوتنا رسول الله اسمع يقول عبدالله ابن عمر والحديث الصحيحين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا يعني ايه يعني لا طبعا ولا كسبة لا طبعا لم يطبع المصطفى على ذلك ولم يفعل النبي ذلك من باب التكسب من باب انه خلق طرأ علي حاشا وكلا لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من احاسنكم ان من اقربكم احاسنكم اخلاقة وفي لفظ ان من افضلكم احاسنكم اخلاقة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا انا عاوز حضرتك تتصور في مواقف حارجة جدا قد يتعرض فيها المصطفى نفسه للحرج ومع ذلك عاوزك تعيش بسمش الموضوع ده عاوز حلقة او حلقتين او تلت حلقات يعني او تلت حلقات موضوع جليل مواقف قد يتعرض فيها النبي للحرج ومع ذلك لا يخرج العيب ابدا ولا يخرج الفحشا ابدا ولا يفعل الفحشا ابدا عليه الصلاة والسلام تب نبدأ من بيته نبدأ من بيته عليه الصلاة والسلام بسرعة كده بسرعة سيدة عائشة تفقت مع سيدة حفصة ردوان الله عليها على النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ليه دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة النبي بيدخل عند زينب بانتجاه سرعة ردوان الله عليها فيطيل المكث عند زينب فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فاتفقت على رسول الله اذا خرج من عند عائشة ان تقول حفصة له كلمة ترددها عائشة كلمة شديدة جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب ودخل على حفصة فابتعدت عنه ايه خير في ايه قالت اني اجد منك رائحة مغافير ياه يعني ايه يعني اشم منك رائحة ليست طيبة تبوده ينفع والله ما ينفع ابدا اني اشم منك رائحة مغافير يعني اشم منك رائحة ليست طيبة ده كان عرق النبي اخواننا عليه الصلاة والسلام كان عرقه اطيب من الطيب كان عرقه اطيب من الطيب واسمع معركة طاحنة في قضية النخامة نخامة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهذا يقول هذا ليس من الذوق وليس من أخلاق النبي يا جماعة الحديث في بخاري ومسلم وينبغي أن نستوعب هذا المعنى نستوعب الحديث قضية لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل الحديث النبي عصام تنخم ويقول الحديث وما تنخم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده إيه يا عم الكلام ده النبي مينفعش يعمل كده الموقف أن الصحابة أرادوا أن يبينوا لعروة بن مسعود الثقافي الذي قال لئن جد الجد لا فر عنك هؤلاء أرادوا أن يبينوا له أنهم لم يفرطوا في رسول الله ولن يفروا من حوله ولو فقدوا أرواحهم ثم يا أخي عرق النبي ليس كعرقي وليس كعرقك فما ظنك بما يخرج من ثمه وبريقه صلى الله عليه وسلم الأمر مختلف يا جماعة الأمر مختلف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ثابتة بالدليل الصحيح ثم أنا لا أريد أن أعكر هذا الصف وأقول أنتم ترون الآن في عصر الفضائيات وعصر الإنترنت وعصر الظرة أن الرجل قد يلعق بلسانه أنجس مكان في عشيقتي في الحراب يعني مش عاوزين نعكر صف هذا الكلام الجميل وهذه الحلقة ونحن نتحدث عن رسول الله فأنا أقول عرق رسولي أطيب من الطيب ولو عاوز أدل عندنا أدل كثير جدا فيش كلام بدون دليل عرق المصطفى أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم آنس ردوان الله عليه والحديث الصحيحي يقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أفن قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته يقول وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنبر أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم سلين نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوما في وقت القيلولة بلغتنا في وقت الأيال يعني بلهجتنا فعرق رسول الله فجاءت أم سلين بقرورة بزجاجة وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظوا هي تصنع ذلك قال ما تصنعين يا أم سلين قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد يا إخوة يدخل على حفصة تبتعد تقول إني أجد منك رائحة مغافر مغافر نبتة كانت بتنبت في أرض الجزيرة رائحتها ليست طيبة يقول والله ما أكلت شيئا شوف الجواب الجميل والله ما أكلت شيئا والله ما أكلت إلا العسل عند زينب يخرج يدخل على السيد عيشة تبتعد تقول إني أجد منك رائحة مغافر يقول والله ما أكلت شيئا والله ما أكلت إلا العسل عند زينب والله لا أكل العسل بعد اليوم الله 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 مش هتمشي حفصة أبدا ما سبش عائشة أبدا تصور لو أن الزوجة قالت لك ريحتك مش كويسة ودي حقيقة قد تكون حقيقة يعني قد يكون الإنسان راجع من العمل العرق عنده متغير أي صورة من الصور والزوجة تقول هذا وهذا حق كيف يكون رد الفعل كيف يكون الجواب لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أكلته شيئا والله ما أكلته إلا العسل عنده والله لا أكل العسل بعد اليوم معقول يحرم على نفسه ما أحل الله من أجل أن يرضي حفصة ومن أجل أن يرضي عائشة هذا هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا يعني موقف قد يسبب الإنسان حرجا ومع ذلك يرد النبي بهذا الأدب العالي وبهذا الخلق الجميل سيد عائشة تزعل من النبي عليه الصلاة والسلام شوية وكان النبي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحدث فيها أيضا مثل هذا لا حرج على الإطلاق فبيقول لها طب ترضي يعني من يحكم بيننا أتقبلين أن يحكم بيننا أبو بكر قالت رضيت فاستدعى النبي أبو بكر رضي الله عنه ليحكم بينه وبين عائشة صلى الله عليه وسلم فبيقول لها إيه تكلمي أنت أو أتكلم أنا يعني إيه رائك أنت اللي تبدأت عرض المشكلة ولا عرض هنا فقالت عائشة تكلم أنت ولا تقل إلا حقا يا الله تكلم أنت ولا تقل إلا حقا لو قالت زوجة الآن في حضرة أبيها عن زوجها هذه الكلمة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام صدق ما استحملش قام على عائشة فلطمها على وجهها لطمتا أدمتها يعني نزل الدم آمت عائشة تختفي وتستخب خلف النبي تحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام طب النبي بقى ما قال شي هذه كذا وكذا أنا لا أريد أن أتلفظ بألفاظ أن نرددها الآن لأن هذا يتناقض مع ما أؤصله الآن أسألنا رزقناكم الخلق والأدب السيدة عائشة قامت تحتمي بظاهر رسول الله من أبي بكر يوم النبي يرد على الصديق رضي الله عنه وقول له ما لهذا دعوناك يا أبا بكر بس كذا ما لهذا دعوناك ما أسائل عائشة ولا بكلمة واحدة ولا بكلمة واحدة هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام والحقيقة المواقف كثيرة جدا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشة والله حتى يعني ثبت في صحيح مسلم في صحيح مسلم قيل له يا رسول الله أدعو الله على المشركين على المشركين فقال بأبي وأمي وروحي إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة آه لو عرف الفاتيكان ولو عرفت الدنمرك ولو عرفت أوروبا ولو عرفت أمريكا هذه المعاني الرقراقة الجميلة أدعو الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة سيد عيشة تقول له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من أشراف أهل الطائف لما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يا حبيبي صلى الله عليه وسلم يا الله عوزك تعيش كذا اللي تفعل فيه في الطائف تصور رموه بالحجارة رموه بالحجارة يا الله سبوه طردوه شتموه نهروه سالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين من مكة للطائف على رجليه يا إخوانا والله لم يجد دابة ليركبها والله لم يجد حمارا أو حصانا أو ناقة على قدميه حوالي سبعين كيلو من مكة للطائف يمشي على قدميه ما ذهب إليهم ليطلب مالا أو جاها أو دنيا أو وجاها بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا ومع ذلك فعلوا به أخص ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان وطردوه ونهروه واضطر إلى أن يلجأ إلى الله بهذا الدعاء الجميل وإن كان بعض علمائنا قد ضعف سنده لوجود ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس ثقة وقد وقفت على شاهد لهذه الرواية وإن كان الشاهد مرسلا من حديث محمد بن كعبن القرضي فلا حرج على الإطلاق أن أستشهد به الآن لأبين لحضراتكم حجم الألم وحجم المأساة اللهم مني أشكو إليك ضعف قوتي كلمة عجيبة جدا نبي عصم يتضرع إلى الله بها اللهم مني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سقطت لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك الله يا أخي رؤية الدم تثير الدم يعني إيه؟ يعني أنت لو بتتخنئ مع واحد وضربك ضربك كده نزل الدم مش ممكن رؤيتك لدمك تثير دمك وتحفزك للقسوة وللغلظة والانتقام تبدي ما عملا تنزف تنزف من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعل ما كان يبعد عن الطائف حوالي خمسة كيلو النبي ماشي مهموم مش دريان بشيء دعوة مطاردة وصاحب الدعوة مطارد وأصحاب مطارد في الحبشة ومعذب في مكة يا الله واقع مر وأليم ومع ذلك يقول وإذا أنا بسحابة قد أضلتني الله قال فنظرت فإذا جبريل عليه السلام ينادي علي يا محمد يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وإنه قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم انظر بقى إلى الفعل انظر إلى فعل الأسوة وإلى قول القدوة وإلى قول المثل الأعلى للعالمين إلى أن يرث الله الأرض من عليها ها الدم بينزف لسه بينزف وملك الجواب بقول له مرني لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر والله العظيم يا إخوة ويا أخوات الفضليات لو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ممن يثأر لنفسه وينتقم لذاته لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة ولسالت بحور من الدماء لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب بل ليراها أهل مكة بمكة لكن اسمع ماذا قاله صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لملك الجبال لا 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 يا ملك الجبال بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحض الله جل وعلا من يعبد الله ولا يشرك به شيئا الله صلى الله وسلم مش عاوز أطول في والله العظيم القضية قضية الفحش وقضية حسن الخلق دي تحتاج إلى حلقة كاملة ما أحوجنا إلى الأخلاق لأننا أعتقد أن الأزمة الآن هي أزمة أخلاق أزمة أخلاق ما قيمة المال بدون خلق ما قيمة المنصب بدون خلق ما قيمة الجاه والسلطان بدون خلق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كل هذه المقومات لو جردت من الأخلاق صارت وبالا على البشرية وصارت وبالا على الناس كما ترون الآن في ظل هذه الحضارة الغربية المادية الجافة الجافة التي فقدت الخلق التي فقدت الخلق وإلا فأي حضارة على وجه الأرض لابد لها من ركنين الأول هو الركن المادي وأنا لو أنكر ما وصلت إليه الحضارة الغربية في العصر الحديث في هذا الجانب المادي لا أنكر هذا لن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه حضارة الغرب لكن أين الركن الركين في الحضارة أين أخلاق هذه الحضارة ابن هذه الحضارة يفعل الآن بالإنسان ما تستحي ورب الكعبة الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات أين أخلاق هذه الحضارة أين الرحمة أين الإنسانية أين الخلق أين الأدب أين العفو عند القدرة لكنك تلحظ الآن خلق الظلم خلق القسوة خلق الانتقام خلق الإبادة خلق الإفناء تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفناء هذا الإنسان ولإبادة هذا الإنسان بشرية تهذي كالسكران تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري تئن من الألم تجري كالمطارد وهي تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت كل شيء ترى البشرية الآن ترى ابن الحضارة الغربية المادية الجافة لا أقول يبيد بيتا ولا أقول يفن مزرعة ولا أقول يحرق مصنعا بل يحرق دولة بل يحرق شعبا بل يحرق أمة وبعد ذلك ترى زعماء هذه الحضارة الغربية المادية الظالمة الجافة الجائرة ينادون على العالم كله لجمع التبرعات لإعادة ما دمرته أيديهم بأخبث ما وصلت إليه آلة الحرب الشيطانية في العصر الحديد سفه وجنون أزمة أخلاق أزمة أخلاق ارجع كذا معي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى أظهر الفحش مش عاوز أخذ الحلقة كلها في الجزئية دي ظهر الفحش في الأقوال ظهر في الأفعال ظهر أزمة أخلاق حقيقية يشهد العالم كله الآن أزمة أخلاق حقيقية كما قال الصادق سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش أي قبيح الأقوال والأفعال ثم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وتقطع الأرحام يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قطعة الأرحام عالم مديات نعيش عصر المديات عصر الأنانية يعني قد يقطع الآن الولد رحم أبيه رحم أمه رحم خالته رحم عمته يا الله نعم يقطع الرحم بل قد يقطع الآن الأخ رحمه مع أخيه مع أخيه ولا حول ولا قوة إلا بالله الدنيا الدنيا المال قد يقتل الولد أخاه من أجل المال قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل المال ولا حول ولا قوة إلا بالله ويدس على هذا الرحم بالنعل مالوش قيمة عنده المهم المال من الحلال من الحرام ماشي مفيش مشكلة المهم يكون عندي مال طب علاقتك بأخيك كبر دماغك عم الشيخ هذه المثل لا يعيشها عالم اليوم طب بتكلمني بتقول لي إيه وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله قطيعة الأرحم علامة من علامة الساعة وأعتقد اعتقادا جازما أن قطيعة الأرحم قد انتشرت وعمت في هذا العصر عصر الماديات والشهوات على مستوى الغرب وعلى مستوى الأمة على مستوى الغرب وعلى مستوى الأمة على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات ويتغنى بتكريم المرأة ومكانة المرأة إلى آخر هذا الكذب العريض قد يترك الولد بيته في السادسة عشرة من عمره وربما لا يأتي لوالديه إلا في كل عام مرة فيما يسمى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد بل وأحيانا قد لا يذهب ويكتفي بالاتصال بالهاتف على أمي أو على أبيه قطعت الأرحام على مستوى الأمة وقع هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقع هذا وقعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه يا الله روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم الله أكبر قامت الرحم فقالت لربها جل وتعالى هذا مقام العائذ بك من القطيعة يا الله الرحم بتستعذ من القطيعة بتستعذ بمن؟ بملك الملوك هذا مقام العائذ بك من القطيعة اسمع ما لقال ربنا قال لها أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت رضيت قال فذلك لك يا الله واصل الرحم سيصله الله يا الله أية صلة صلة البر صلة الكرم صلة الرزق صلة الرحمة صلة العطاء صلة العفو صلة المغفرة صلة الخير بكل أصنافه وأشكاله وألوانه كيف يكون حالك إن وصلك الله بتقواه إن وصلك الله بهداه إن وصلك الله بعزه وغناه يا الله والله ستسعد في الدنيا والآخرة وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده يا رب سلم سلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك ما فيش بقى لبرك في الرزق ولا برك في المال وسيشتت شملك وسيمزق أمرك عاوز تصلي ما عنديش وقت صلي عاوز تقم الليل ما عرفش أقم الليل عاوز أذهب لزيارة أمي مش قادر لأننا قطعت أنا قطعت عاوز أصل أختي مش عارف أصل أختي لأننا قطعت قطعت الرحم فقطعني الله سبحانه وتعالى ها تشتت شملك سيتمزق عليك شملك أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت الرحم رضيت يا رب قال فذلك لك قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله يا رب سلم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أي عن سماع الحق فأصمهم وأعمى أبصارهم أي عن رؤية الهدى وعن رؤية الدليل وعن رؤية الخير وعن رؤية طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أنت بتدور على ساعة الرزق والسبب بين يديك بس أنت مش أخد بالك بتدور على بركة العمر وأنت تملك ذلك لكن أنت ما بتطبقوش كيف كيف أوسع رزقي كيف أبارك عمري اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه والحديث في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه الله أكبر كلنا يريد أن يبسط الله له في رزقه من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره ها يعمل إيه فليصر رحمه كذا بس آه فليصر رحمه فليصر رحمه صل أمك صل أباك صل عمك صل خالك صل عمتك صل خالتك صل أخاك صنة الرحم صلة الرحم صل زوجتك بالبر بالكلمة الطيبة المعاملة الرقراق المهذبة الراقية الجميلة الخالية من الفحش والتفحش صل أرحامك أخي الحبيب من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يبارك له ربه في عمره فليصر رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا الوفاء والذي علم الدنيا الصلة مش ناسي أهل مصر بتقول إيه عم الشيخ محمد النبي مش ناسي أهل مصر مش نسينا احنا النبي ألف حقنا صلة وصلنا وأمر بصلتنا أيها يا الله خذ البشرة دي هذه بشرة لكل أهل مصر الليلة أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يكرمها بكرمه وأن يصل مصر بهداه وبتقواه وبرحماته وبركاته إنه ولي ذلك ملاه وأن يصل بذلك جميع بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه اسمع النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي لأصحابه إنكم ستفتحون مصر الله 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 يعني النبي بشر بالفتح المصر قبل ما يفتح قبل ما تفتح مصر أيوة ما فيش كلمة بيقولها بدون وحي وما ينطق عن الهواء وما ينطق عن الهواء إنكم ستفتحون مصر الله أرض يذكر فيها القيرات 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 والفدان أرض يذكر فيها القيرات اسمع بيقول إيه فاستوسوا بأهلها خيرا الله فاستوسوا بأهلها خيرا بأهل مصر فاستوسوا يأمر النبي أصحابه يأمر النبي أصحابه إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم أي لأهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة جزى الله عنا نبينا خير الجزاء جزى الله عنا حبيبنا خير الجزاء ارفع رأسك أيها الحبيب مش دعوة عصبية لا حاشا لله فأنا ضد هذه النعرة لكن شف الشرف اللي النبي شرفك به شف الكرامة اللي النبي توجك فيها أنت لك رحم وفي رواية استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرة الله 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 ذمة ورحمة وذمة وصهرة أيوة يعني إيه الكلام ده الرحم في هاجر شف الرحم البعيد النبي مش نسيه مش نسيه فإن لهم ذمة ورحمة الرحم في هاجر إيه علاقة الرحم في هاجر ما هاجر خرجت من هنا خرجت من مصر أم إسماعيل إسماعيل أبو العرب أبو العرب بلا استثناء جميعا أم العرب هاجر عليها السلام خرجت منين من مصر هاجر أستاذة اليقين للدنيا كلها اليقين خرج من هنا يا أخوانا من مصر اليقين خرج من مصر الله أكبر هاجر اللي علمت الدنيا اليقين خرجت من مصر هو ده الرحم النبي بيوصي أصحابه برحم أهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة هاجر عليها السلام معلش بسرعة كذا بسرعة هناك بعد سبعة أشواط عمالة دور على مياه ولا على أكل للرضيع اللي عمالة يتلبط هناك ده عند الكعبة أو عندي دوحة فوق زمزم ولسه ما فيش زمزم عمالة تبحث عن أي شيء اللبن جفة في صدرها وما فيش طعام الشوية التمر اللي كانت تركهم إبراهيم خلصوا الشوية المية خلصوا أم بقى أم وهناك على المروة سمعت صوتا فقالت صاهن صاهن يعني أنا سمع صوت نظرت هناك عند إسماعيل الرضيع الجميل الكريم المبارك فوجدت الملكة جبريلا يلامس الأرض بجناحيه دروية بن عباس في صحي البخاري خذ رواية تانية جميلة أوي عند الإمام الطبري بسند الحسنة والحافظة بن حجر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جبريل نادى عليه وهي على الشوط السابع بقى على المروة هناك وكانش بقى الطريب ممهد كده ولا مكيف زي ما انت بتشوفه دلوقتي ده كانت جبال وانعكست عليها أشعة الشمس فسودتها وأحرقتها وكادت الأشعة المنعكسة على الرمل أن تخطف البصر وهاجر المشكين عمالة تس الوقتي الشاب بيتعب من السعي بنصف المرة سبعة أشواب فهاجر على الشوط الأخير جبريل بقى هناك عندي اسمان بينادي على أبو الأمان أنت أنت مين قالت أنا أم ولدي إبراهيم الله أكبر ما ليش أنا هاجر وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء يا الله أنا أم ولدي إبراهيم فقال لها جبريل وإلى من وكلكما سبكوا هنا المين قالت إلى الله قال وكلكما إلى كاف ما تخفيش أليس الله بكاف عبده وفي قراءة أليس الله بكاف عباده يا الله هاجر اللي قالت لإبراهيم القولة الجميلة إبراهيم تركها ورضعها وماشي قالت إلى من تتركنا في هذا الود الذي لا إنس فيه ولا شيء ما تكلمش الرواه ما تكلمش بس رفع رأسه كده إلى السماء قالت آه الله أمرك بهذا فأشار برأسه أيوة النعم فقالت أستاذة اليقين للدنيا إذا لا يضيعنا يا الله إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إنسا ولا أنسة إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بشرة إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بيتا إذا لا يضيعنا وهي لا ترى شجرة لتستظل بظلها إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إلا جبال مكة التي سولتها حرارة الشمس المحرقة ولا ترى إلا رمال مكة التي انعكست ليها أشعة الشمس فكرت أن تسرق الأبصار يقين هاجر دي خرجت من هنا من مصر لازم يكون عندك يقين أن اليقين خرج من مصر وأسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا باليقين وأن يملأ قلوب الأمة باليقين أنا بحب الأمة بحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام وبرفض بكل قوة وبكل شدة أن يجرد أحد شبابنا وأحبابنا وأولادنا الأمة من خيريتها ومكانتها وكرامتها حتى وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف أنا أعلم الواقع جيدا بإذن الله جل وعلا ومع كل ذلك أقول بملء فمي ستبقى أمة الحبيبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا أخي انتعوا استقار أمة التوحيد بأمم الكفر عندهم مديات ملاش قيمة تحت النعل لأنها أبعدتهم عن الحق وأبعدتهم عن الخلق وعن الفضيلة ملاش أي قيمة قيمة الحقيقية فيما يقدم للبشر من سعادة للنفس من انشراح للضمير من استقرار للبال من متعة بهذه النعم التي أنعم الله أما أن تتحول النعم إلى مصدر إبادة إلى مصدر إشقاء ما قيمة هذا ما قيمة هذا التطور في هذا الجانب وآلاف من البشر لا يجدون لقمة الخبز وآلاف من البشر يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويعيشون بين القبور وتحت الكبار وباقت عليهم الأرض بما رحبت وأظلمت عليهم الأرض على الرغم من كثرة الأضواء وعلى الرغم من كثرة الأسواق ما قيمة هذا الجانب المدي لهذه الحضارة الجافة الجافة الروح التي تعفن ضميرها التي ساء خلقها فلوش أي قيمة ورب الكعبة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى شف النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرة يزال الله عنا نبينا خيرة فاستوصوا بأهلها خيرة فإن لهم لأهل مصر ذمة ورحمة طيب والرواية التنيف صح مسلم كذلك فإن لهم ذمة وصهرة الصهر مارية مارية رضي الله عنها التي أهديت أيضا من مصر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم فأهل مصر لهم رحم وأهل مصر لهم صهر أسأل الله أن يبارك فيكم يا أهل مصر وأن يثبتنا وياكم الحق وأن يبارك في أمتنا كلها وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وأن يقر أعيننا بإزالة هذه الحواجز والسدود بين دول أمتنا الإسلامية ما فيش حواجز ما في السدود الأصل إن الأمة أن الأمة أمة واحدة أمة واحدة لا حواجز ولا سدود بينها أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بهذا اليوم إنه ولو ذلك والقدر عليه وسيأتي إن شاء الله خلي بالك أنا ما بتكلمش من باب السياسة القاصرة ولا الأحلام الورضية الجاهلة ولا أتكلم من باب ضغط الواقع لما فيه من دماء تنزف هنا وهناك وأشلأت أبدا وإنما أتكلم بالدلب وقول لك إن شاء الله وسأذكر لك بس مجد الوقت في حينه إن شاء الله وتبارك وتعالى ما تستعقلش أسأل الله نقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رجل والحديث في صحيح مسلم بيقول يا رسول الله إن لي قرابة إن لي قرابة إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي كأنما تطعمهم الطراب الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ما تزعلش ليس الواصل بالمكافئة ولكن الواصلة الذي يصل من قطعه ما تزعلش صل وإن قطعت صل لأنك تبتغي بهذا الصلة وجه الله تبارك وتعالى وأنا قلت لكم قبل كده أنا ما بذكرش العلامة واجري أنا مش الهدف عندي أننا نذكر علامات الساعة وامشي لا أنا الهدف عندي أننا نشقص الداء ونحدد الدواء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخذ الدواء وسار على الدرب ابتغاء مرضات رب الأرض والسماء إنه لي ذلك والقدر عليه يبقى لا تقوموا ساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وبسرعة بسرعة وسوء الجوار سوء المجاورة يا هذا أيضا يعني خلق ذميم أوي النهاردة الجار أصبح لا يعرف جاره وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإذاء يا أخي أنت بسمع قرآن ماشي يا سيد على عين وعلى رأس بس معالي التسجيل ليه يا أخي البيت اللي جنبك فيه رجل مريض البيت اللي جنبك فيه ست مريضة ده يا شيخ ده أنا قرآن يا سيد يا حبيبي حتى ولو كان قرآن أنت استمع إليه ما ينفعش تؤذي جارك إطلاقا بأي صورة من صور إذاء ما ينفعش عزك الله القمامة تجيبها قريبة من باب الجار كذا ما ينفعش إطلاقا لا لو استطعت أنت أن تجمع القمامة أمام باب جارك افعل افعل حبا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم سوء المجاورة خلق ذميم ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق من علم الدنيا الخلق مش بقول لك آهل لو عدنا إلى المصطفى اقسم بالله لساعدة البشرية في الدنيا والآخرة والله لساعدة الأمة في الدنيا بلاش بس يعني واحد أعزك الله يقف على شطئ النلو يتبول في المي يا خبر بياض احسبها اقتصاديا يعني احسبها بجابة اقتصادية ستجد العجب العجاب شو بقى بالهرسية بتسبب والأنوال اللي بتنفي موضوع طويل موضوع طويل يعني لو عادت الأمة بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة لمن علم الدنيا الأدب والخلق والله الذي لحلت مشكلات الأرض لحلت مشكلات الأرض بس نرجع للمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت في الصحيحين من حديث أبي ريرة وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظمنته أنه سيورثه يا خبر بيض من كثرة ما جبريل نزل على النبي يقول له الجار وص بالجار أو حد يؤذي الجار يقول النبي أنا انتظرت أنه ينزل علي في يوم تاني بتشريع جديد من الله يجل وعلا يقول له الجار يورث في جاره إلى هذا الحد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله لا يؤمن يا خبر بيض والله لا يؤمن تلت مرات دوعد نبو يخلع القلب والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقة يا الله من لا يؤمن جاره بوائقة يعني من لا يؤمن جاره شروره وأخلاقه السيئة وأخلاقه الفاسدة يعني تقريبا في كل يوم نسمع عن أخت فاضلة بتشتكي من جارتها ليه لأن الجار فوق نشر السجادة مبلولة والأخت نشر الغسيل تحت معلش سمحوني يعني صورة من الصور والسجادة عملت نزل المية بألوانها بألوان الطيف نزل من السجادة على هذا الغسيل الأبيض اللون فحوله إلى أيضا ألوان الطيف تصرخ الجار مش ممكن لا يا أختي هذه إساءة لجارتك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة أسأل الله أن يردنا إلى أخلاق المصطفى ردا جميلة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة ومن علامات الساعة كثرة الكذب وكثرة شهادة الزور وكثرة موت الفجأة وكثرة تمني الموت من شدة البلاء معقول النبي ألده آه إيه الدليل وإيه التفصيل لا أدى إن شاء الله في الحلق القادمة أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان وأن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته